السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد ثلاثة كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة ثلاثة وخمسين دقيقة من صباح يوم الاثنين أربعة اتناعش لينتقل بعديها لبرج العذراء القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة واثنين وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الجمعة لينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد معناة الناس اليوم من حولنا بكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهويات ومشاركة العاطفة مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات أو نصائح بشكل صحيح وبرضو تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا يمكننا أن نقترض المال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة منكون جريئين ومنرتدي المنابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين أما بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم نعني عنا زاويتين أساسيات الزاوية الأولى زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وهذا الشيء ممكن يعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف تدفعنا للعلاقات العابرة وممكن يتعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع راح تكون بين الزهرة وبين أورانوس وهي زاوية بطيئة ذروتها ساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة بعد الظهر عشان هي خلال الفترة هاي يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بينها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو خلق علاقات عاطفية ممكن يكون لها عواقب وخيمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان طبعاً هاي الأعضاء ما بنصح للعمليات الجراحية الكبرى لا إلها أما عمليات صغرى أو تنظير أو قسطرة ما في أي مشكلة ممكن الاهتمام بالعلاجات بقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية طبعاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل أرغم أنه يعني أنا ما بشد كثير على الموضوع وخصوصاً الزهرة مع أورانوس تربيع يعني بتعمل نوع من أنواع المفاجآت فما في داعي للمغامرات في هذا اليوم لعمليات الجراحية التجميلية يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار رح يكون الساعة 2-11 دقيقة من صباح يوم الاثنين ورح يستمر لغاية الساعة 53 دقيقة صباحاً لا يستقر القمر بعدها في برج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 20 يوم في تمام الساعة 8 وصد قائق مساء بصير 21 يوم نسبة الإضاءة 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-11 سعيد بنسبة 10% الآن في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 25% القمر في الأسد حتى يوم 4-12 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات الظهر منتحس بنسبة 25% أما في ساعات العصر سعيد بنسبة 10% عطارد في الجدي حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% ابلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وعندكم رغبة كثيرة كبيرة لقضاء وقت ممتع معاهم فترة مثمرة إيجابية بتنجح في حمل الترويج لشيء معين أو لمشروع أو لفكرة حاول أنك تكون جريء بالطرح ولكن بدك تكون جاهز لبعض المفاجآت أهم شيء أنه ما في داعي للمغامرات المالية وما تتسرع لأنه في مفاجآت زي ما حكينا في زاوية بين الزهرة وأورانوس يعني بتدل على المفاجآت المالية السلبية بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض أهم شيء أنك ما تفرض سلطتك على أحباك بعد عن المشاكل مع أحبائك لأنه أي علاقة مهزوزة ممكن تنتهي بدون رجعة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصد الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة وتجنب العمليات الجراحية وحاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك يعني أهم شيء أنه يكون في عندك نوع من أنواع التوازن اليوم ما تفرض سلطتك وقراراتك على أفراد العائلة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرج في نزهة قصيرة ومنكم أشخاص ممكن يكون له تعاون أو تعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ابتكثر الزيارات والتنقلات برج السرطان طبعا ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتخذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أهم شيء أنه اليوم تحذروا من النفقات والمغامرات المالية ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال دقق بالتفاصيل بتطمئن خوطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بتبدو اليوم فترة أفضل من الفترة الماضية لأن الطاقة صارت أعلى الآن بوجود الشمس إلى القمر برجكم بشكل قوي فبيعود لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم المركزكم الاجتماعي وبرضو بإمكانكم توضيح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم تشعروا بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد تمتلك أفكار باهرة وحلول مذهلة بتبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بسيطر التعب عليكم فحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وحاول أنك ما تحسم أي قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر ممكن تحدد توجهتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وتعرف لقاءات داعم لإلك أهمش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك واتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس ابتنشطوا في مجال السفر والاتصال اللي بعيد وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن مع موليد برج القوس أنهم يسافروا في رحلة أو يفرحوا لإنفراج أو تسوي مهمة تهتموا بهواية جديدة حيوية ومتحمسين لمتابعة المساعي وكذلك عندكم القدرة على التواصل مع المحيط بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة تم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة بتناقشوا موضوع تمويل أو قرض وممكن تحصلوا على التسوي اللي بتحلموا فيها وممكن تناقشوا موضوع مهم وبتجتازوا امتحانات صعبة علجوا الشؤون العائلية المهمة اليوم وحاولوا ما تفرضوا السلطة على أفراد العائلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني حاذروا من الخلافات وحاولوا انكم ما ضخموا الأمور ابتبدوا مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما فحاذر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يثير النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك أو يثير النفور ما بينك وبينهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاكم وراحتكم وحاولوا انكم تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية كون دقيق ومنظم ومراعياً لظروفك المعنوية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء